السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى ويلقاكم بصحة وعافية و احوال تامة و بطبعات الحال مع اخر الاخبار و اخر مستجدة اليوم الاخوان غدينشوفوا كيف هش المغرب عرر النظام ديال شنغريحة بادلة صادمة في الامم المتحدة و كذلك غدينتكلموا على فرنسا الخابتة اللي كان في الموضوع ديال القويرة و طامعة كذلك في القويرة و حفظة الجزائر على موريطانيا و هاد الشي كامل ضد في المملكة المغربية و مصالح المغرب و طمعا في الغاز و البترول ديال المدينة القويرة المغربية بقو معين اخوان شوفوا التفاصيل ديال هاد الموضوع دائما كنتمنى منكم انكم تدعمونا بكترة الاعجابات كذلك الاشتراك و هذا فضلا منكم و ليس امرا و بالنسبة المتتبعين اوفياء فكنشكركم بزا فلدام ديالكم متواصل كنشكركم بزا فلدام ديالكم جميلة و اللي كتخلي واحد البصمة راقية على خانتكم المتواضعة عالم اسكا و بداية اسبوع موفقة على بركة الله و دائما تحت الشعار الله الوطن الملك و الصحراء مغربية الصحراء في مغربها و المغرب في صحرائه ولا عزاء للحاقيدين و عاش المغرب لا عاش من خانه ولا غالبة الا الله و سنبدأ اخواني اخواتي بموريطانيا موريطانيا اللي كتمنح مياه الاقليمية للسفن الحربية الجزائرية والبارح ترقنا او تكلمنا في هاد الموضوع وتكلمنا على هاد الخبر على موريطانيا اللي بغى تحقق الحلم ديال الجزائر و اللي هادي سبعة وربعين سنة و هي كتحلم به و كتحلم بالاطلال على المحيط الاطلاسي دائما كتحاول تحصل على منفذ للمحيط الاطلاسي و ها هي وصلت ليه بالمساعدة ديال موريطانيا و قلنا بلي اكيد هاد الامر ما كيتعلقش بالصيد البحري لان انا كنعرفوا الخبطة ديال الجزائر و انما كيتعلق الامر بسفن حربية تبقى تسير لنا في الحدود المغربية كما كتشوفوا الاخوان في الخريطة و هاد الاتفاق اللي كان ما بالجزائر و موريطانيا كيقول بلي او فيه واحد البند لما يسمى بالرقابة البحرية قال لك الجزائر بغى تساعد موريطانيا بالقوة ديالها لحماية المياه الاقليمية و الجزائر ما عندها حتى شي حاجة ف هاد المنطقة هنا قلتلك الجزائر بغى تساعد موريطانيا و تحميها من المهربين اللي كانين في المنطقة ولكن لوقيته ديال هاد الاتفاق ماشي اتفاق بريء و الاكيد هو المؤكد انه عنده علاقة بالاكتشافات ديالغاز و البترول في سواحي القويرة المغربية ولكن كيبقى السؤال المطروح في القاتل الجزائر هاد الخبر و هنا كنشموا ريحة فرنسا هنا كنشموا الريحة ديال فرنسا الخابيتة في الموضوع هنا كيخرجوا اخبار من المخابرات الفرنسية و معروف عليها انها كتهتم بزاف بالاخبار المغربية و مقابلة بطبيعة الحال غير الاخبار المغربية هنا اخواني اخواتي هاد المخابرات الفرنسية هي المسؤولة عن ايصال هاد الخبر للمخابرات الجزائرية الفاشلة اللي ما عندها الشي يدور في الجزائر غير انها قلسوا و كتسنى الاخبار يجو حتى اللي عندها هنا كنت تكلموا على اكتشاف الغاز و البترول بسواحي القويرة والمخابرات الفرنسية تصلت او رسلت مخابرات الجزائرية و استطلت لها الخبار ما فاده ان الشركة الاسرائيلية ريشيو بيترونيوم اللي كتعمل في مجال التنقيب على البترول والغاز في سواحي الصحراء المغربية اكتشفت واحدة كمية كبار من الغاز في السواحي القويرة يعني اكتشفت كمية كبار من البترول والغاز و ان المملكة المغربية طلبت من هاد الشركة تكتم على هاد الخبر حتى يجي الوقت ديالو او يجي الحين ديالو للاعلان عليه وسرعان ما تم ارسال تقرير عاجل من المخابرات الجزائرية لمدير العام الاستخبارات الخارجي الموريطاني اللي هو اللواء محمد ولد الفال والمعيف هنا اخواني اخواتي غير وصل التقرير اللواء الاستخبارات الموريطاني قره مزيان وفهمهم مزيان ومشا كي يجري عند الرئيس الجمهورية الموريطانية والغزواني بمحتوى هاد تقرير اللي كي يضم ان المملكة المغربية تسعى الى ضم مدينة القويرة بسبب الاكتشافات الكبيرة ديال بيترول والغاز وعليه كذلك والغزواني طلب واحد الاجتماع عاجل طلب الحضور ديالاسماء التالية محمد سالم المرزوق مستشار سياسي اللي كان بابا مستشارة ومكلفة بالعلاقات الخارجية محمد محمود ولد اماد المستشار القانوني اللي رئيس ولد الشيخ وقائد اركان الجيش الموريطاني وبطبيعة الحال رئيس المخابرات الموريطاني هنا هاد الاجتماع داره اكتر اودز اكتر من ساعتين والغزواني تشاور مع هاد الناس كاملين كيفاش نواكشوت حتى هي تاخد الحصة ديالها من هاد الاكتشافات النفطية يعني اللي كان نفسه واحد ديال القويرة المغربية وهادو كاملين قالوا باللي اخصوم يتجنبوا الصراع مع المملكة المغربية والمملكة المغربية خاصها غير الحوار هو السابين الوحيد اللي ايجاد توفق ما بين البلدين انا داك تعطات الكلمة لمودي المخابرات يعني الموريطاني اللي عندو علاقة كبيرة مع الكابرانات يعني عندو واحد علاقة وطيدة مع النظام العسكري الجزائري هنا قالوا باللي كانوا واحد الورقة ديال الضغط باش نضغطوا على الريبات غير خاصنا نستغلوه احزن استغلال ونحصلوا على مكتسبات كبيرة يعني نحصلوا على اللي بغينا بالضغط على المملكة المغربية هنا قالوا باللي المغرب المغرب ما بغيش ان الجزائر والبوليزاريو يكون عندهم واحد المنفذ في المحيط الاطلسي وإلى لعبنا بهاد الورقة اكيد الريبات غادي تعطينا اللي بغينا بدون صراع والصراعات مع الريبات ليست في مصلحة موريطانيا هنا اعطاهم الخطة وبطبيعة الحال الخطة جات من دولة الجنرالات اللي بدورهم الخطة جاتهم من فرنسا هنا قال لهم لقد طلب مدير الصيد البحري الجزائري والمنتوجات الصيدالانية هشامس سلوتي في اجتماع اللي كان نهار 3 يناير 2022 مع الوافد البرلماني اللي رسلوا الرئيس الموريطاني للجزائر اعادة بحث الرخص الخمسة الممنوحة في الصيد من طرف موريطانيا اللي صالح للمتعاملين الجزائريين في اطار اتفاق الموقع في نواكشوت سنة 2013 كما اطلب من موريطانيا تسمح للشركة الجزائرية المختصة في السيانة بناء السفون واللي غادي تفتح المصانع ديالها بموريطانيا وقال لي هم هذه هي الخطوة الحكيمة اللي غادي نضغطوا بها على الريبات ولكن اخواني اخواتي اللي بغنا نعرف واش موريطانيا من حقها لاستفادة من خائرات القويرة المغربية هنا غادي خرج الاخوان محمد لامين في تدوينه غادي وعلى الموقع دياله الرسمي وغادي يقول باللي القويرة ليست موريطانيا منذ تخلت عنها موريطانيا طوعا في ألف وتسمية وتسعة وسبعين إذا أراد المغرب أخذها فذلك أمر لا يعنينا مهمتنا ليست حراسة أراضي الغير كما هو الحال منذ ألف وتسمية وسبعة وربعين سنة إذا أعاد المغرب الحياة لها فذلك مفيد لنا من النحية الاقتصادية وهو يعني وجود مونكو مغربية قرب وضيبو وتدعيات ذلك الاقتصادية والسياسية والسياحية عفوا الفاخيرة لا يمكن تجاهلها كل ما علينا هو بناء جدار رملي حدودي والتمطرس خلفه ليست عندي خشية ميناء المغرب هنا أخواتي كما تشوفوا المواقف الموريطانيين بينين ولكن اللي بنا نعرفو كيفاش موريطانيا التغييرات كيفاش الموريطانيا أو الموقف الموريطاني التغير وخلا موريطانيا تخرج القرون بطبيعة الحال النظام العسكري الجزائري هو السبب ولكن اليوم المغرب يعري هذا النظام يعني الكابرانات وهو نظام شنقريحة بأدلة صادمة في الأمم المتحدة هنا إخواني أخواتي هنا إخواني أخواتي الجزائر عن طريق الحمامرة كترف الجلوس في الموائد المستديرة قال لك باللي هما ما عندهم شي علاقة بهذا النزاع ولكن المغرب تدخل في نيويورك وذكر الجزائر وأثبت العالم أن الجزائر فعلا متورطة في هذا الميلف هنا الجزائر عبرت عبر الوزع الخارجي لها الحمامرة قال بلي الجزائر لا دخل لها في هذا النزاع وترفض الجلوس في الموائد المستديرة التي دعتها لها الأمم المتحدة في قرار و لكن إخواني أخواتي المغرب كان عنده الحقيقة رد المغرب رد عليهم قال لهم بلي القرار الوزع وذكر المغرب خمسة ديال مرات وذكر الجزائر خمسة ديال مرات وبالتالي الأمم المتحدة عرفت وتأكدت بلي الأمم المتحدة المغربية هي موريطانيا والمغرب والجزائر وما ذكرش أنا داك البوليزاريوم قال لهم بلي رسالة مازالة في الأرشيف وممكن أنكم تراجعوها والأرقام ديالها هي كذلك تتكلم على أن الجزائر رفضت رسمياً واحدة اتفاقية تقدمت من طرف المبعوث الأممي أنا داك اللي هو جيمس بيكا ومن اللي رفضتها حتى هي معنية بالأمر وتورطت أو ورطت نفسها ومعنية بهذا الميرف يعني الجزائر بلا ما كتعيخ كتورط رأسها وفي الأخير ذكرهم بالقنبلة قال لي هم راه في جوج نوفمبر 2001 الجزائر قدمت واحد المقترح اللي حل هذا مشكل وقالت خاصنا أننا نقسم الصحراء المغربية يعني من جهة العيون أعطوها المغرب يديها المغرب والجهة الأخرى يعني إقليم وددها بالدخلة ياخدوها البوليزاريوم والمغرب طبيعة الحال أرفض أنه يقسم الأراضي دياله ويقسم بلاده وأضاف قال لي هم علاش الدول اللي كتعترف بمغربية الصحراء كتنود الجزائر كتقطع مع هالعلاقات كتسحب السفير وهذا دليل قاطع أن الجزائر متورطة في هذا النزاح وده بين الإخوان سنرى الانتصارات الجديدة وقريبا إن شاء الله سيقوم المغرب بطارد البوليزاريوم من الاتحاد الإفريقي اليوم الإخوان كانوا وصلوا الحمد لله إلى 24 دولة إفريقية اللي كتدعم الصحراء المغربية وكتعترف بالصحراء هنا إخواني أخواتي بالفعل كانت 29 دولة ولكن كانت تكلموا على الدول الإفريقية اللي بالإمكان ديالهم أنهم يطردوا جمهورية الوهم من الاتحاد الإفريقي يعني الإخوان بقي لنا عشرات ديال القنصوليات عشرات ديال الدول اللي اعترفوا بمغربية الصحراء ويفتحوا القنصوليات ديالهم وبالتالي المغرب غادي يرفع الطلب لطرد هاد الكيان الوهمي من هاد المنظمة الإفريقية واللي دخلتها بطبيعة الحال الجزائر عن طريق الرشاوي عن طريق الشكات والهيبة باش يخلوا هاد الجورتومة هاد الكيان الوهمي في الاتحاد الإفريقي ولكن كنقولهم من هاد المنبار ما بقاش لكم بزاف فأيامكم معدودة وإن شاء الله غدا نفي قول قاو طرد الجورتومة طرد البوليزاريوم الاتحاد الإفريقي إخواني أخواتي حتى اللي هنا كنكون وصلنا النهاية ديال هاد الفيديو كنتمنى أنكم دعمونا بقطرة الإعجابات كذلك اللايك والبرتاج وشكرا للحزن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته